إنها نقطة تحول لأفغانستان والعالم الغربي فبعد وقت قصير من انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة عادت حركة طالبان الإسلامية المتشددة للاستلاء على السلطة في البلاد وأعلنت إقامة ما يسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية مقاتلون مدججون بسلاح يسيطرون على الشوارع ولفترة من الزمن سادت الفوضى في مطار كابل حيث حاول البعض بشكل نيائس مغادرة البلاد تم إجلاء موظفي سفارات ومنظمات غربية بالإضافة إلى مساعدين أفغان إنه انسحاب مخجل من قبل المجتمع الدولي الذي تعهد بتكريس السلام والديمقراطية في أفغانستان لهذا نتساءل اليوم انتصار طالبان هل يعود الإرهاب؟ أرحب بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم الحواري بتوقيت برلين كما أرحب بضيفاتنا الكريمات في الستوديو راغضة بهنام المراسلة الصحفية ولينا نجمي من الفريق الاستشاري الشبابي للحزب الاشتراكي سيدة ثالثة تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مكتب دي دابلو في بروكسل وهي هالة الساحلية الصحفية والكاتبة وأرحب من كابل بسيد فضل القاهر قاضي الصحفي والمحلل السياسي وأستسمح سيداتي هذه الحلقة في توجيه السؤال الأول إليك أستاذ فضل من كابل وسأسألك عن السيدات ومظاهراتهم التي شهدتها كابل ما حجمها وكيف تعاملت معها حركة طالبان شكرا لك ولضيوفك حقيقة اليوم كان هناك مظاهرات وقبلها أيضا لنساء أفغانيات يطالبنا حقيقة طبعا المظاهرة كانت صغيرة جدا يعني كانت أعداده الناس جدا قليلة وهم إذا ظهرنا يطالبنا بحقوقهن في المجتمع بعد سيطرة حركة طالبان على أكثر المناطق وحتى على عموم البلاد وهم يطالبون بحقوق حق التعليم وحق العمل وأيضا حقوق أخرى طبعا هذه المظاهرة لقت ربما يعني ردود فعل دولية ولكن حركة طالبان تعاملت معهن بمعاملة ليست معاملة جيدة لم يحدث أي من عمليات الاعتداء بالعكس يعني أعتقد الحركة أبدت قبل ذلك أنها تحترم حقوق المرأة وتحترم أيضا الحريات والانتقادات أيضا وهذا أعتقد أنه شيء لافت حقيقة لكن أستاذ فضل لم تحترم حق التظاهر وحرية التعبير كما أفادت في جلال أباد حيث أطلق مسلحه الحركة والنار على متظاهرين وأودوا بحياة ستة منهم صحيح كان هذا تحدي كبير منذ أن الحركة سيطرت على أفغانستان كان هناك صحيح هناك كان هناك مظاهرة أو احتجاج من بعض الشباب الذين أحتجوا حقيقة على تغيير العالم الأفغاني بالعالم الأبيض العالم الحركة الطالبان ولذلك كان هناك لذلك تم أطلق عليهم النار لكن الحركة قالت أنهم لا يريدون أن يخوضوا في هذه الأمور وأنهم جاءوا للحكم وأنهم مهمتهم فقط الآن هو كيف يتم استتاب الأمن وتقديم الخدمات ليس موضوعهم الآن هو الترك على موضوع يدخل أنفسهم في موضوع مثل مواضيع العالم وهكذا نعم طيب لكن المشكلة عندما يتعاهدون بالانفتاح وضمان حرية التعبير ويطلقون الرساس على المتظاهرين يعني يفقدون مصداقيتهم كما يرى مراقبون كثر أستاذ هالا هناك معضلة أخرى تواجه طالبان وهي أن الاحتياطات النقدية والاحتياطات من الذهب أصبحت خارج أفغانستان هل يمكن للغرب من خلال الاقتصاد أن يضبط إيقاع التحول السياسي في أفغانستان تحت حكم طالبان الاتحاد الأوروبي هو أكبر ممولي أفغانستان وهذا بتصريحات بوريل على اعتبار أن المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لم تتوقف لا بل على العكس فإن سقف ميزانيتها سيتم رفعه على ضوء التقارير المناخية القادمة والميدانية والتي تفيد بأن حالة جفاف تكتسح الأراضي الأفغانية هذا ما أكده بوريل من جهة ثانية المساعدات التنموية وهي التي تخص الحوكم الرشيدة إعادة إعمار كل ما هو بنا تحتية كل ما هو ميزانيات مخصصة لدفع الأجور فهذا لن يتم دفع ولا فلس واحد كما أكد ذلك الموثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بوريل وسانده في ذلك كل دوائر القرار وكل رجالات السياسة في الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنها الورقة أو دعني أقول من بين الأوراق التي بيد الاتحاد الأوروبي التي يمكنها التفاوض حولها مع طالبان لجلبهم أولا إلى طاولة الحوار ولكن وأيضا لإجبارهم على القبول بشروطهم الموضوعة بهذا فإن طالبان تقدم هذا الوجه الجديد باحترام حقوق الإنسان احترام حقوق المرأة وهذا ما ينادي به أيضا الاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن لا ننسى أو نتغاضى كما ذكرت على الجانب الاقتصادي وهو أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه توقيع أو القيام بأي شركات اقتصادية تجارية مع الطالبان ما لم يتم احترام فيها حقوق الإنسان وحقوق المرأة لأن هذا البند وهو البند الثالث في قانون الشركات الأوروبية مع البلدان الغير أوروبية يجب عليها وإلا إذا لم يتم احترام هذا البند فأن كل الشركات ستكون لاغية وأولها البرلمان الأوروبي لن يوافق على هذه الشركات كما أن المحكمة الأوروبية ستنقض هذه الشركات وبالتالي فإن الجميع بإمكانه أن يكون رابح على هذه الطاولة المفاوضات إذا ما لعب أوراقه كما يجب لكن أهم ورقة في كل ذلك هي بيد طالبان الغرب يتحرك وخاصة الموقف الأوروبي يحركه ويضبطه الخوف من موجة نجوء كالتي شهدتها أوروبا في عام 2015 وطالبان يمكن أن تدفع بملايين الأفغان إلى خارج حدود أفغانستان إلى أي مدى الاتحاد الأوروبي يستطيع فعلا الالتزام بما تفضلت به واللعب بورقة التمويل والمساعدات كما يجب يعني لاحظنا أن الطالبان بحسب ما ورد من أخبار وضيفك الكبير من كابل يمكن أن يؤكد ذلك أن الطالبان تسعى إلى إقناع الناس بالبقاء على الأراضي الأفغانية وعدم مغاداة وهذا إلى حد ما إذا ما تم احترام حقوق اللسان إذا ما تم احترام الذي ينص عليه الاتحاد الأوروبي من شروط فأن الاتحاد الأوروبي يود أن يتم توطين أو بقاء هؤلاء الأخذان في أراضيهم وبالتالي فهو يقدم هذه المساعدات مباشرة إلى الأفغان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بوريل تحدث أن هناك تواصل مع الطالبان للتنسيق حول مسألة أزمة اللجوء لا يريدون لجوء إلى الاتحاد الأوروبي لأن أولا لا توجد استراتيجية لجوء وهجرة مشتركة في الاتحاد الأوروبي ولكن وثانيا هي المعضلة الكبيرة التي يعاني منها الاتحاد وبالتالي إذا ما تم إبقاء هؤلاء المهاجرين وعدم إرسالهم إلى الأراضي الأوروبية عبر دول الجوار وعبر بعض الطريق البلقان فهذا سيكون فعلا ورقة ضغط جديدة لدى الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن طالبان سيحصل على تمويل كبير كما حصلت تركيا ولكن على مستويات أخرى طيب راغدة يبدو أن النيتو والقوى الغربية تحولت من فاعل على الأرض الأفغانية إلى مراقب لتطورات الأمور تحت حكم طالبان ومراقبة كيف ستتطور أيضا تصرفات حركة طالبان هل يمكن تفادي كارثة إنسانية في ظل عدم الوضوح في ظل غياب استراتيجيات لدى الغرب لضبط مآلات الأمور في أفغانستان تحت قيادة حركة متشددة الكارثة الإنسانية ربما بدأت لأن شهدنا صور المطار كيف كان هناك المئات من الأفغان يحاولون الهرب هناك يعني حاليا هناك عدد كبير من الأفغان أصلا الذين يحاولون المغادرة والذين غادروا بلداتهم ومدنهم يعني سمعت من ضيفيك تحدثان عن أن طالبان تحترم حقوق النساء وتحترم الحقوق الإنسان وما إلى ذلك الآن ولكن من المبكر جدا جدا للحديث عن هذا الأمر لا نعرف بعد ما إذا كانت طالبان ستغير في تصرفاتها أما أنها ستبقى طالبان التي سيطرت على الحكم في المرة الأولى عام 96 هي بالطبع ربما ستحاول أن تتصرف بشكل أكثر احتراما ربما لحقوق الإنسان ولكن لن أذهب لدرجة لأقول بأنها حتى لو طورت نفسها وشكلت تحالفات بأنها ستحترم حقوق الإنسان بالدرجة التي يريدها الاتحاد الأوروبي أن تحترمها لأننا ما زلنا نتحدث عن حركة طالبان التي قياداتها ما زالهم أنفسهم الذين جاءوا للسلطة كانوا يقطعون أياد السارقين كانوا يجبرون النساء على ترك عملهم ووظائفهم يجبرون الفتيات على مغادرة المدارس والجلوس في المنزل والارتداء هذا اللباس الذي يخفي كل ملامحهم ملامحهم لذلك هؤلاء هم نفسهم ما زالوا الأشخاص الذين لم يغيروا تفكيرهم ربما هناك بعض العناصر داخل طالبان الذين بدأوا يفهموا في سنوات الحوار الأخيرة مع الولايات المتحدة بأن هناك حاجة لأن تكون هناك بعض التعديلات لكي يصبحوا مقبولين على الساحة الدولية كي لا يعيشوا في العزلة نفسها ولكن ستبقى هناك هذه العناصر من طالبان التي ستبقى متشبثة ومتمسكة بهذه الأفكار الخليط من القبلية والدين وما إلى ذلك لذلك الكارثة الإنسانية ربما لن نستطيع تفاديها ما يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الغربية أن تقوم به ودول الجوار هي في الواقع ما تقوم به الآن الاحتواء الكارثة الذين كانوا هم سبب فيها أصلا بسبب هذا الانسحاب غير المدروس بشكل بتاتا تقديم مساعدة لدول الجوار التي ستستقبل النازحين واللاجئين الأفغان وأيضا هناك هذه السياسة التي قالت ميركل بأن أوروبا لن تقبل لن تستطيع أن تفتح باب أبوابها مرة جديدة لللاجئين وهذا ليس الحل يجب أن نبحث عن حلول أخرى لذلك نحن أمام معضلة أن الأوروبيين لن يستقبلوا لاجئين وهذا مفهوم بشكل كبير يعني بعد الذي حصل في العام 2015 وما أدى إلى صعود الحركات الليمونية المتطرفة ولكن من جهة أخرى أيضا الغرب الآن أمام تحدي جديد هو مساعدة فعلا أن أولئي الأفغان الذين تركوهم هم أصلا في هذه الكارثة وعدم تركهم مجددا طيب تحدثت عن الصور القادمة من المطار مطار كابل وقد وصفها الرئيس الألماني شتاين ماير بأنها عار على الغرب برمته لماذا لم يقدم أي مسؤول سياسي في ألمانيا في نظرك استقالته بعد هذا الفشل الذريع لألمانيا أيضا وأحمد أنا رأيك رأي جميع المراقبين يعني هو لا يحتمل المسألة والصور التي رأيناها والصور التي أقصى درجات ليأس الإنساني التي وصل إليها الأفغان والأفغانيات كما رأيناها في الصور لا تحتمل أي زخرفة سياسية ولذلك تصريح بشتاين ماير كان واضح تصريح ميركل كان واضحا لكن إذا نتحدثنا عن تقديم استقالة فمن الأجدر من سيقدم استقالته هو رئيس الأمريكي لأن الرئيس الأمريكي والعنصر الأمريكي وانسحاب العنصر الأمريكي بهذه الفوضوية هو الذي أوصلنا اليوم إلى ما نحن عليه نحن نتكلم عن الشأن الداخلي لكن العنصر الألماني والأوروبيون لن يستطيعوا ولم يستطيعوا أن ينفردوا بحماية المطار بحماية رعاياهم ألمانيا فشلت اليوم بعد 20 سنة تواجد في أفغانستان في أن تحمي رعاياها أو حتى أن تجلي آخر رعاية نهيك عن أننا نتحدث عن ناس لدينا تعاون مع ألمانيا في إطاع الجائزات يعني تعاون الدولي الألماني إلى غير ذلك لكن المسؤول الأول والأخير يبقى العنصر الأمريكي يعني السياسة الأمريكية سياسة رفع الأياد كأننا لم نكن هنا يعني ينتبق عليها ما يقول تشامسكي دائما يعني الفيلسوف الأمريكي نظام معرق يعني إيتاب ويو يعني انسحاب فيه النوع في النوع من الإجرام السياسي الدولي العنجهية السياسية كما وصفها محللون آخرون كل ذلك حدث أمام تقدم حركة رأهنت وساومت الأمريكيين في عام 2010 على تقديم أسلحتهم والتنازل عنها مقابل العفو فمن هم أتبع حركة طالبان المستأثرين حاليا باهتمام الناس في جميع أنحاء العالم وهل صحيح أن الحركة الجهادية تريد حكم أفغانستان بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال قبل عشرين عاما عندما كانت في السلطة التقاط صورة مع عناصر طالبان بعض الأفغاني يرون في من يصفون أنفسهم بالمجاهدين محررين للبلاد من الاحتلال الغربي عندما استولت حركة طالبان على السلطة في تسعينيات القرن الماضي وأعلنت إقامة إمارة أفغانستان الإسلامية تبع ذلك حكم إرهابي استمر عشر سنوات حتى أطاحت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بنظام الحكم الإرهابي للإسلاميين المتطرفين والآن تبدو طالبان أكثر اعتدالا متحدثون باسم الحركة أعلن انتهاء الحرب ووعدوا بما ينتظره الأفغان ويريدون سماعه وهو عودة الهدوء والنظام للبلاد طالبان هي الآن أيضا شريك للتفاوض مع جميع البلدان التي تسعى لفرض نفوذها ومصالحها الاقتصادية والأمنية في المنطقة الصين مثلا تريد الحصول على معادن أرضية نادرة في البلاد وإيران تخشى مثل باكستان حدوث موجة جديدة من اللاجئين والغرب يخشى من تصدير الإرهاب الإسلاموي بيد أن الأصوليين والمعتدلين داخل طالبان يتنافسون على السلطة فإلى أين تتجه أفغانستان في ظل حكم طالبان؟ وهو سؤال سيبقى مفتوحا ومن الصعب إيجاد جواب شاف عنه وله في الوقت الرهين كيف تتصرف طالبان الغرب يقول بأن اعترافه بها أو تعامله معها رهن بطريقة أو بمقاربتها لشكل الحكم وبمشاركتها باقي الفرقاء الأفغان إذن هل صحيح أن طالبان الآن هيمنت على السلطة أستاذ فضل هناك حديث وتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف اليوم يقول بأن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في منطقة بانشير ويقودها نائب الرئيس أمر الله صالح ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود ويدعو إلى محادثات لتشكيل حكومة تشمل الجميع كيف هي الأوضاع فيما يخص هذه النقطة تحديدا؟ كما ذكر المتحدث بالمسم الخارجية الروسية هناك صحيح هناك مقاومة يوجد حتى الآن في منطقة بانشير التي كانت معقلا سابقا لمسقط رأس للقائد الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود الذي كان يقاتل حركة طالبان إبان حقمها طبعا كانت هذه أو ما كانت رئيسة زعيم التحالف الشمالي أنا ذاك في الواقع لا شك أن الحركة الآن في هذا السياق بدأت في مشاورات قبل بدأت منذ يومين هذه المشاورات يقودها أنس حقاني وهو أحد قيادات الحركة الطالبان الذي حكم عليه أكثر من مرة في عهد الرئيس كارزاي بالإعدام ثم أطلق صراحهم وبعدها هو الآن جاء ووصل إلى كابل ويقود مشاورات مع القيادات الأفغانية السابقة الذين كانوا في عهد الرئيس الأشرافغاني حتى الرئيس السابق الرئيس حابد كارزاي والزعيم الحزب الإسلامي قل بدون حكمتيار وقيادات أخرى من أجل أنهم يتم احتواءهم في المرحلة القادمة أو يعطي لهم مناصب في الحكومة القادمة التي تشكل والتي تديرها الحركة أنا أعتقد الآن صحيح أن الحركة تنفتح أكثر وهي تريد فعلا أنها لا تريد أن تعزل نفسها عن العالم وأنها قد تتعرض لعزلة إذا ما تفقت مع الطوائف مع الأطياف الأخرى فالحركة أعتقد برأيي هي الآن جاءت بثوب جديد وهي لا تريد أن تعيد التجربة السابقة التي كانت عليها إبان حكمها وهي الآن في الواقع برأيي هي تريد الآن أن تضم في حكمها أطياف أخرى حتى تكون مقبولا حقيقة في معيطها الإقليمي ودولي طيب هل يمكن أن يدعم أو يستجيب النيتو والولايات المتحدة الأمريكية لطلب أحمد مسعود نجلي القائد أحمد شاه مسعود عندما طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تزوده بالسلاح والذخيرة لقتال طالبان هل يمكن أن يحصل على ما طلب وبالتالي يصعب الغرب مهمة طالبان في الهيمنة هكذا بسهولة على أفغانستان أعادوا في أروقة الناتو أنه في الاجتماع المقبل لبلدان مجموعة السابع سيتم الحديث تفصيلا في الملف العسكري وكيفية احتواء طالبان من الخارج وكذلك من الداخل الكل يعلم أن طالبان موضوع تحت ضغطين الضغط الأول هو الداخلي التجرذم كما ذكر الضيف المشهد السياسي ولكن وأيضا تواجد إمارة خرسان داعشية وبالتالي هذا ضغط عسكري داخلي وأيضا هناك ضغط خارجي والولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ترسيخ نعم هي لم تبرم اتفاقات مع دول الجوار كتجيكستان، باكستان، روسيا أو غيرها من الدول لاستعمال قواعدها لضرب الطالبان جوا ولكن حاليا سيتم البحث في هذا الموضوع أولا هل سندعم هذه الجبهة الداخلية للضغط على طالبان وإلى أي مدى الغطاء الجوي الكل كان فعالا إلى حدود قبل سنة طالبان لحد سنة مضت كانوا متشردمين كانوا لا يستطيعون توحيد صفوفهم ولكن مع وقف الضربات الجوية الأمريكية من جهة ثم ذهاب وخروج الأمريكان من قاعدة باغرام الجوية كل هذا فتح الباب على مصرعيه أمام طالبان لتوحيد صفوفهم ولكن أيضا للتواغل أكثر وأكثر وللتنظيم بالتالي هذا الموضوع سيتم بحثه أكيد ولكن يبقى إلى أي مدى سنساعد هذه الجبهة الداخلية وكيف سنتم التعامل مع دول الجوار خاصة وأن الحديقة الخلفية أو القاعدة الخلفية لطالبان هي باكستان وباكستان دولة كبيرة يجب التعامل معها بحثار كبير أولا في مرتبة ثانية هناك الصين التي قدمت كما تقول التقارير الاستخباراتية بعض المعدات القتالية والعسكرية لطالبان في حربهم داخل الأراضي الأفغانية في حربهم مع داعش وبالتالي كل هذه المعادلة ستكون دقيقة سيتم البحث فيها كما ذكرت في مجموعة السبع فيما بينهم الأسبوع القادم وسنفصل في صراع القوى العظمى على ما تبقى من أفغانستان أو من نفوذ لها في أفغانستان في سياق حديثنا ولكن قبل ذلك تحدثنا عن المسؤولين عن هذا الفشل في أفغانستان تحدثنا عن الأمريكيين لكن حلفاء أمريكا ومن بينهم ألمانيا مدرجون على قائمة المنهزمين أيضا فبعد الانسحاب المفاجئ من أفغانستان توجب على المستشارة الألمانية أنجلا ميركل توضيح أسبابها هذا الفشل نستمع التطورات في أفغانستان مريرة أيضا بالنسبة للألمانيا والدول الحليفة الأخرى التي وبعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية كافحت بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد الإرهاب ومن أجل هياكل أكثر لبرارية في أفغانستان على مدى 20 عاما سحاب الولايات المتحدة خلق جدلا راغضة وأيضا خيبة أمل بين حلفائها بريطانيا نموذجا هناك نقاش في مجلس العموم البريطاني حول أهمية أو مدى أهمية ذلك التحالف التلقائي بين لندن وآشنطن في الحروب سواء في أفغانستان أو في العراق أو في غيرها وهناك مطالبات بإعادة النظر في هذه التحالفات لأي مدى ستؤثر هذه الهزيمة على علاقات الدول الغربية فيما بينها يعني من دون شك ما أكدته يعني ما أكدته الأحداث التي حصلت هنا والخلافات في الرأي بين الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لأن الأوروبيون كانوا يقولون يعني منذ أن أعلن أن الولايات المتحدة تريد أن تنسحب بأن هذا الأمر ليس هو القرار الصحيح ولكن اعترفوا بأنه لا يمكنهم البقاء من دون الولايات المتحدة لأنه هم يعتمدون بشكل أساسي على القوى العسكرية للولايات المتحدة ولكن هذا الانسحاب وتبعاته يسلط الضوء بالفعل على موازين القوى داخل حلف النيتو لأنه في النهاية هذه كانت عملية ينفذها حلف النيتو هو يقودها وهذا الاعتماد الكامل للنيتو والحلفاء الغربيين على الولايات المتحدة يجب أن تعود أن تكون هناك مراجعة له لأنه في النهاية لو كان هناك فعلا اقتناع كبير وإرادة لدى الأوروبيون بأن يبقوا في أفغانستان واعتقاد بأن الانسحاب قد يؤدي إلى هذا الانهيار وعودة طالبان ليس بالسهل أن يعود التاريخ 20 عام إلى الوراء ونعود ونشاهد جماعة ابتلينا منها بهذا البلاء وأنفقت الدول الغربية عليها كل هذه الأموال لتعود بهذه السهولة ومن دون أي قتال كان ربما يمكن أن يكون هناك اقتراح بأن تبقى قوات النيتو موجودة في أفغانستان بعديد معين بأليات معينة خاصة بالتغطية ربما الطائرات التغطية الجوية التي كانت أساس التي تعتمد عليه القوات الأفغانية وعندما اختفى هذا الغطاء الجوي انهارت هذه القوات كان واحد من الأسباب ولكن هناك أسباب كثيرة جدا أدت تنهيار القوات الأفغانية ولكن كان بإمكان قوات النيتو لو لم يكن هناك هذا الاعتماد الكل على الولايات المتحدة أن تقوم بشيء مختلف وأعتقد هذه اللحظة مناسبة الآن لإعادة مراجعة هذه التحالفات وهذا الاعتماد الأعمى على قوة الولايات المتحدة لكي تقود وتحمل هذا الحلف لوحدها بعد الهزيمة في أفغانستان مراقبون كثر لينا يقولون بأن هذا النموذج الأمريكي أمريكا تقود حلف النيتو في عمليات خارج أراضيها زمن ولا إلى أي مدى سيستفيد من ذلك أو تستفيد من ذلك النظم المارقة التي لا تقيم وزنا لحقوق الإنسان وما إلى ذلك هو في سؤال يحمل يعني الافتراض أن النظام الأمريكي في جميع تدخلاته في الحالم كان نظام يركز أو يحمي الديمقراطيات أو يركز الديمقراطيات الحديثة وهذا ليس كذلك يعني حتى النظام عندي تحق السؤال يحمل هذا المفهوم ولم أقصده فعلا أخطأت في صياغة السؤال من يراهن على هذا الدور الأمريكي في دعم الديمقراطيات لربما نظم كثيرة ستستفيد من ذلك ويصبح الحبل على الجرار يعني لن تدقي بالا لتصرفاتها صحيح يعني حقبة حقبة الديعاء أو أكتوبة الدمقراطة عبر عبر أليات الجيش الأمريكي هي انتهت وانتهت مع ترامب لم تنتهي اليوم مع جو بايدن هي انتهت مع ترامب تقبل مع أوباما في سوريا يعني إذا نعم يعني نكون قاسيين مع الإدارة مع الإدارة الأمريكية ومع ومع إدارة أوباما فهو فشل دارية يعني حتى حتى ليس فقط في العراق هو نموذج تدخل في ليبيا هو نموذج لهذا الفشل يعني الآن هذه الحقبة انتهت ومن الممكن وممكن أن تكون هي فرصة جديدة للدول الأوروبية لأن تتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤوليتها سياسية في الدول الأخرى وتنهي ندام تبعية العمياء للعنصر الأمريكي هذا من جهة والجهة الثانية هو أن لربما الشعوب أيضا لن تعول مستقبلا على الدور الأمريكي وستنزع شوكها بيدها لربما صحيح نقول يعني من كان يعني يشجع أمريكا كآلية للدمقراطة فأمريكا الآن يعني هي يعني شبه منعذما يعني لم تعد موجودة سحبت الأياد في جميع الدول الدول العالم يعني الدول التي فيها مشاكل أو فيها فيها يعني ما يسمى بعنصر يعني 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 الحرب الأهلية يعني ما يقول بايدن بايدن يقول بكل صراحة على الأفغان أن يحاربوا بعضهم البعض يعني هي الدعوة لحرب أهلية واضحة وهذا ضعيم لأقوى أسطول وأقوى جيش في العالم وإن كان احتج بقوله على أداء الجيش الأفغاني الذي لم يقاتل كان توقع الأمريكان لكن الجيش يعني حتى توقع الأمريكان صحيح يعني هي راغلة تكلمت عن الغطاء الجوي يعني هو يقول نحن قد نستمر في تغطية الجوية لكن مشكلة مشكلة الجيش الأفغاني هي مشكلة برر يعني هم لم يستطيعوا أن يحاربوا ميليشيات أو يعني ميليشية فقط يعني قرية يعني نتكلم عن الطالبان نعم يا حرب عصابات لا أكثر فحتى على البر فشل فشل الجيش الأفغاني فلا أظن حتى أن الغطاء الجوي كان من الممكن أن يغيي الأمر ممكن كان فقط عجل أن عجل سقوط الجيش الأفغاني لا أكثر طيب أستاذ فضل هناك دور متعاضم للصين في أفغانستان إلى أي مدى يمكن لطالبان أن تدير ظهرها لأي دعم غربي أو تعاون مع الغرب في الفترة المقبلة وتعاون فقط على الصين هل هذا سيناريو يتم الحديث عنه الآن في كابل نعم صحيح في الواقع الصين يعني دولة جدا صديقة لأفغانستان والصين كانت أيام الاحتلال السوفيتي والتي دعمت حقيقة المقاومة والمجاهدين أنذاك ودعمهم تسليحا حتى يعني يقاتلوا السوفيت والصين حقيقة من دعم المجاهدين وجدهم الولايات المتحدة الأمريكية وليس الصين صارح ستينجر لا صحيح 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 لكن الصين كان لها دور يعني كدولة صديقة وصين حقيقة لدينا حدود مع الصين حقيقة يعني أفغانستان لديها 67 كيلو بيتر في الشمال القريب مع منطقة سينجيان المتاخبة وكما نعلم بأنه في هذه المنطقة منطقة مقاطعة سينجيان هناك انفصاليون لهذه المقاطعة من مقاطعة مفاصليون تركستان الشرقية الآن بعضهم موجودين حقيقة يعني يحاربون مع بعضهم في عناصر حركة الطالبان وبعضهم في التنظيمات المتطرف الأخرى في الشمال ولذلك الحكومة الصينية تقشى من الخطر هؤلاء الجماعة ولذلك كان هناك زيارات وأخذت حصلت على تطمينات من الحكومة من الحركة الطالبان والصين كما نعلم أنه لديها مشاريع أخرى حقيقة وتريد في مشاريع النحاس هنا في قريب العاصمة الأفغانية كابل والصين تحرص أن تكون لها دور حقيقة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتريد أن تكون تملأ الفراغ وأحنا نعرف أن الصين عندها مشروع الحزام الواحد يعني هو مشروع كبير ويريد بأي شكل من الأشكال أن تتحقق هذا المشروع في ظل أمن يكون هناك استقرار في أفغانستان وهي تؤيد حقيقة يعني هي أعربت عن دعمها لحركة الطالبان إذا ما جاءت للسلطة طيب أشكرك الأستاذ فضل القاهر قاضية الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة الأفغانية كابل أعود إليك أستاذ هالا للحديث عن صراع الكبار على الأراضي الأفغانية سمعنا اليوم تصريحا لمنسق الشؤون الخارجي للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إن استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان يمثل أهم حدث جيو سياسي منذ أزمة القرم عام 2014 وفرصة جديدة للصين وروسيا وتركيا توسيع نفوذها في آسيا الوسطى معتبرا هذه المنطقة بالمنطقة الاستراتيجية في نظرك لماذا سم بوريل هذه المنطقة آسيا الوسطى منطقة استراتيجية المنطقة جيو استراتيجية بالنسبة للأوروبيين لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بما نعلمه ونعرفه اليوم بالتحول الأخضر الكل يعلم أنه بعد أزمة كوفيد 19 عامل الاتحاد الأوروبي على إعادة هيكلة اقتصاده من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد تنموي أخضر وكل المعادن التي يحتاجها لهذا الاقتصاد الأخضر موجودة بين الصين وأفغانستان منذ 2010 تم اكتشاف ما يقارب ألف مليار دولار من الليتيوم الذي يستعمل في البطاريات ويستعمل أيضا لتصنيع الهواتف الذكية والدرونات وغيرها من الأجهزة الذكية إضافة إلى ذلك هذه المنطقة يعني أعتقد يمكن القول الأراضي الأفغانية هي أراضي غنية كذلك بالتربة الغنية والنادرة نعم شكرا وأيضا بالمعادن الثمينة التي تحتاجها ويحتاجها دول الاتحاد في اقتصادهم الجديد لذلك نرى أن الصين ذهبت سريعا إلى وضع أول الخطوات واللمسات لم تعترف رسميا بحكم طالبان كحكام جدد للبلاد ولكنها مدت يد لهم وتحدثت عن صداقة وبالتالي منذ 2013 هنا في الاتحاد الأوروبي تم وضع الكوبالت النحاس الليتيوم على قائمة المعادن الأكثر استعمالا هنا في أوروبا والمعادن الاستراتيجية الإحصائيات التي صدرت مؤخرا في تموز من هذا العام تؤكد أنه 98% من الواردات الاستراتيجية من المعادن أتت من الصين أمريكا كانت بحدود 90 إلى 91% وبالتالي هذه المعادن الموجودة هي حاليا يعني مشكلة ودعني أقول حجرت عثر أمام الاتحاد الأوروبي لماذا؟ لأنها من جهة تود القيام بشركات استراتيجية مع الأفغان مع الطالبان ولكن في المقابل هناك ملف حقوق الإنسان كما ذكرت ولا يمكن إقامة شراكات ما لم يتم البحث في هذه المسائل في المقابل نجد الصين التي بدأت منذ 2007 بوضع يدها على منجم النحاس وهو منجم يقع على 35 كيلومتر من عاصمة كابل وقدم لحد الآن بعض المنتجات ولكن لم يتم استغلاله كامل وبالتالي الاتحاد الأوروبي وأمريكا خائفون من هذه الهجمة الصينية على الأراضي الأفغانية خاصة وأن أفغان منذ 2016 باتت ضمنها ما يعرف بطريق الحرير البرية وهذا كله يعني مصالح اقتصادية تجعل من هذه المنطقة كما سماها الموثل الأعلى للأمن الساسة الخارجية بوريل بالمنطقة الاستراتيجية طيب في ظل هذا السياق وتنافس بين القوى الكبرى راغض هل يتكرر المشهد الليبي في أفغانستان سيتحول إلى لربما حرب أهلية وكل طرف يدعم هذه القوى أو تلك لو كانت ستكون هناك حرب أهلية بالشكل الذي هي عليه في ليبيا لكنا شاهدنا معارك أكثر بكثير وأشرس يعني كانت منعة توصول طالبان إلى القصر الرئاسي في كابل بهذه السرعة طالبان لم تشهد مقاومة يعني أي مقاومة تذكر عندما بدأت بزحفها نحو العاصمة وحتى يعني أن الجيش الأفغاني لم يخذ معها أي معارك هو لم يخذ معها معارك وخسيرها هو لم يخذ معها أي معارك استسلم ترك سلاحه وانسحب ولذلك يعني إذا كانت ستكون هناك حروب ربما تكون تلك التي كان يتحدث عنها ضيفك من أفغانستان التي يقودها ابن شاه مسعود يعني هذه هي ربما المعارك الأكثر يعني ربما يعني تبقى لفترة أطول من غيرها ولكن معارك وحرب أهلية أهمين أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت بهذه الطريقة والمستفيد هو روسيا والصين وتركيا كما ذكر جوزيف بوريل في حديثه اليوم لا الولايات المتحدة يعني في النهاية الولايات المتحدة لا تريد أن تبقى في أفغانستان إلى الأبد لأن يعني حتى كان هناك كلام على أنه يعني عندما دخلت القوات الأمريكية في بداية الحرب كان هناك اجتماع بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين روس كتبت عنهم إحدى الصحف الأمريكية ليأخذوا نصيحة من الروس عن كيف يعني يبقون في هذا البلد وكان الرد بأن ديبلوماسيين الروس كانوا يضحكون وقالوا لهم كيف يمكنون أن يساعدكم أهلا بكم كيف يمكن أن نساعدكم بمعنى أنتم هنا لكي تغرقوا في هذا في هذا المستنقع كان على يعني الجيش الأمريكي أن يخرج لأنه أصلا الحرب في أفغانستان لم يعد لديها شعبية داخل الولايات المتحدة حتى الآن ومع كل ما حصل وعودة طالبان ما زال هناك قناعة لدى الشعب الأمريكي وما زال هناك تأييد لقرار الانسحاب من أفغانستان ربما الانسحاب بالشكل الذي حصل عليه وقبل أن يكون هناك اتفاق سلام بين طالبان وبين الأفريقاء الأخرين وتقاسم سلطة كان هذا الخطأ ولكن الانسحاب بعينه ربما ليس هو الخطأ لأنه بالنهاية لا يمكن أن تبقى القوات الأمريكية هناك إلى الأبد ولكن طالبان لهذا أنا كنت أشكك بأنه ربما طالبان لم تتغير لأنه منذ أن بدأت محادثات السلام مع الولايات المتحدة وكان الشرط الأساسي بعد هذا الاتفاق الذي حصل في الدوحة واللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أن ذاك بومبيو مع زعيم طالبان ومصفحتهما كان الكلام على أنه بعد هذا الاتفاق ستبدأ محادثات سلام بين الأفغان بين الطالبان والأفريقاء الأفغان الآخرين وهذا ما لم يحدث لأن طالبان عندما تلقت وعد من الملاي الولايات المتحدة بأنها ستغادر وبأنه لن يكون هناك قتال مباشر بينهما ما طلت لأنها تعرف بأنه لعبت على هذا بالفعل وهي الآن في السلطة لذلك أستبعد أن تكون هناك حرب أهدية بالمعنى أو بالشكل الذي تشهده ليبيا أيا تكون مآلات الأمور في أفغانستان في الفترة المقبلة هناك تدعيات في داخل الدول الغربية ومنها ألمانيا كيف يناقش حزبكم الاشتراك الديمقراطي تأثيرات هذه الهزيمة على حضوده في الانتخابات المقبلة المزمعية إجراؤها في سبتمبر هو من الواضح أن الوضع في أفغانستان سيلعب دور مهم في معادلة الانتخابية وفي تحديد الانتخابات على الأقل فيما يخص الأسابيع المقبلة بالنسبة للحزب الاشتراك الديمقراطي فهو حزب كان واضحا من بداية الأزمة تحدث عن مساعدات مالية هائلة ستقدمها ألمانيا في دول كباكستان والدول المجاورة التي ستتلقى العدد الهائل من اللاجئين نحن لا ننتظر تكريز سيناريو 2015 لأننا نتكلم عن جغرافية مختلفة حتى العبور إلى أوروبا سيكون من أفغانستان صعب جدا يعني إيران تركيا فحتى الخريطة خريطة القدوم بالنسبة للاجئين فهي شبه منعلمة لن نستطيع لن يتكرر السيناريو مرة أخرى إذن أشكرك لينا نجمي من الفريق الاستشاري الشباب للحزب الاشتراكي شكرا جزيلا وأشكر أيضا راغضة بهنام المراسلة الصحفية المقيمة في برلين ومن بروكسل أشكر هالة الساحلية الصحفية والكاتبة الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام وحتى ألقاكم في مناسبة أخرى هذا أحمد عبيدة يحييكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة